والثاني لماذا اخترنا هذه الليلة أن ندرس الأصول الثلاثة وبدعنا في التوحيد بهذا المتنى المبارك لأننا طلاب الطالب لا يتكبر الطالب لا بد يتواضع ولا بد أن يمشي في العلم على النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء والعلماء رحمه الله تعالى أرشدوا أن الطالب أول ما يبدأ به يبدأ بالتوحيد وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بمثل الأصول الثلاثة السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك بعد أن تموت فعندما تأتي إلى القبر تسأل أسئلة ثلاثة من ربك وما دينك وما النبيك؟ السؤال الرابع ما الثمر التي نجنيها من دراستنا؟ بعض الطلاب يقول أريد جائزة أريد فائدة من هذه الدراسة ما الفائدة؟ نقول الفائدة بإذن الله أننا إذا تعلمنا الآن أصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه من أعظم الثمرات والفائد السؤال الخامس والأخير أي كتاب تقتنيه؟ أو أهدي إليك كتابا؟ إيش تصنع في هذا الكتاب؟ أقل شيء ما تصنع في هذا الكتاب قبل أن تضعه في الرف في المكتبة تقرأ المقدمة والفارس هذا أقل شيء إذا لم تقرأ الكتاب بأكمله لو أردنا أن نفارس هذا المتن نقسب هذا المتن إلى خمسة أقسام القسم الأول المسائل الأربع علم عمل دعوة صبر سورة العصر القسم الثاني المسالة الثلاثة أنواع التوحيد الثلاث القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر القسم الخامس خاتمة هذا المتن المبارك والله أعلم نعم ترجمة نانسي قنقر